اشتركوا في القناة 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 يا اخون 10% يعني يزيدون على السر 10% فيكونوا منافسين مادري انا اتمنى يعني البعض من الجمعيات يراجعون الشركات اللي قاعدت اعملوا اياها او الاسعار اللي قاعدت تنزل عندهم او شنو هذي المبيعات اللي قاعدت خلي الاسعار تكون غالية ما بيتكلم عن الفواكه وعلى الامور هذه كلها لان الحديث في هذا الامر غريب عجيب صراحة يعني قبل قبل كورونا كانت الناس اشتكي من الجمعيات في موضوع الفواكه والخضرة والسبب كان ان الناس كانوا يسولفون ان والله الشركة الفلانية التاجر الفلاني مش عارف ايش الشركة هذه تعطي حق الجمعية هاي ارخص من هذا زين الحين شاء الله والشرط هذا يعني كان قرار تاريخي حقيقة حق وزارة الشؤون شاء الله وصار فيه تعامل مباشر ما شفنا شي تغير العيب ما طرع من الشركات يعني يعني هاي وجهة نظر انا وجهة حق الاخوان في اتحاد الجمعيات او بالنسبة حق بعض الجمعيات صراحة العيب وين اهي اذا ما زالت الخضرة الانحين اسعارها في الجمعيات اغلى من برة اذا كانت المواد الاستلاكية في الجمعيات ما زالت اغلى العيب وين كنت قبل تتكلموا احنا ما بيدنا وما نقدر والشركة وذولة اللي المستوردين الخضار وهذي اللي يسوون الخضار وهذي اللي مش عارف ايش صار الحين في تعامل مباشر ما تغير يعني شيء فاعتقد ان الخلل مو في الشركات اللي كانت ورد لازم تشوفون الخلل وين وانا دايما اقول ترى يعني عضاء الجمعيات ترى انتم مجرد فترة وراح تروحون يعني خلوا العالم اليوم تذكر انجازاتكم تذكر شغلكم تذكر اموركم انتم بالنهاية تبقون ابناء المنطقة نفسها يعني خمو خارج المحيط هذا يعني فانا اتمنى دايما لما تي او تفكر ان اكترتشح نفسك حق انتخابات جمعية لازم تفكر انك انت أولد المنطقة هذه شلون تطور هذه المنطقة وشلون تقدم في هذه المنطقة وشلون وانا اتمنى حقيقة ان يتغير النظام هذا مع الموضوع الجمعيات صراحة لان انا شوف انه ما صفدنا شيء قدش بعض الجمعيات متهالكة والله العظيم تستحي تقول هذه جمعية ودش بعض الجمعيات لا الارفف عدلة لا البضاعة مرتبة لا الامور ناهيك عن بعض الاسعار ناهيك عن بعض حقيقة انا اتمنى يكون في شيء متطور اكثر من شذي اتمنى يكون في محاسبة اكثر من هذا الامر انا اليوم اعتقد ان الجمعيات اليوم اذا كانت اليوم قاعد ترشح لها ناس والادارة قاعد تصير في هذه الطريقة اجمع ترى هذه مبالغ بالمليارات روح وشوفوا احصائيات المبيعات في الجمعيات شم قاعد توصل لا هي من منشآت قاعد نشوفها عدلة لا هي من خدمات قاعد نشوفها عدلة لا اليوم المنطقة ترى حتى في المناطق اليديدة ما نفس العملية ترى ما قاعد نشوف شيء يعني هل تطور وهل شيء الجميل وهل امر هذا بالمقابل لما تروح الاسواق الموازية تخترق والله العظيم تخترق دش اسواق موازية تشوف هاي البضاعة والديكورات والاسعار والخدمات والامور وهذا لا هو مدعوم لا هو اه اش اسمه قاعد يتفع ملايين بالاجارات قاعد يتفع آلاف بالموظفين اللي فلوس ما مو وما قاعد نشوف عندهم هالمشكله هاي وكل سوق احلى من سوق كل سوق يقول لزود عندي يعني فنتمنى يعني حقيقة الاخوان في الجمعيات التعونية ينظرون لهذه النقطة اتحاد الجمعيات اخوان في وزارة الشعون نتمنى في يعني القادم من الايام ونشوف الامور هذي كلها نبدأ الحلقة اليوم مع الاخوان في وزارة الصحة تعطوننا بس اللحصائية والاخوان في وزارة الصحة حالات التعافي الجديدة اليوم 718 حالة اجمالي حالات التشافي اليوم اجمالي الحالات اللي موجودة في المستشفيات 7560 اجمالي الحالات اللي كانت موجودة او اصف اصف المسحات هذي سوري اجمالي المسحات اللي تمت خلال 24 ساعة 7560 مسحة اجمالي الفحوصات اللي تمت من بداية كورونا الى اليوم 849662 عدد حالات الوفاة مرتفع الله يرحم ويرحم امواتكم هي سبع حالات وفاة قاعد اشوف حالات الوفاة يعني الارغام مو سهل اللي قاعد تطلع اجمالي حالات الوفاة 721 حالة عدد حالات المستشفيات الموجودين في المستشفيات 7894 حالة عدد حالات الاصابة يا ريت ما سأطلونا على الشاشة عشان العالم ايضا نشوفونا عدد الاصابات في كورونا خلال 24 ساعة اطافة 813 حالة اجمالي حالات الاصابة اللي تمت في كورونا هي 118,531 اجمالي حالات العناية المركزة 130 شخص الله يشافيهم ويشافي مرضاكم هاي كانت حصاية الاخوان في وزارة الصحة ويعني نتمنى الشفاء العاجل للجميع ونتمنى ان ان شاء الله تمر هذه الازمة على خير ازمة كورونا وازمات اخرى ايضا نتمنى ان نتعدي على خير عندنا ايضا موضوع الاخوان كان في الاسكان كان في استفسار يعني مشكورين يعطيهم العافية وابعثونا رغم الكود سنتر للاخوان في وزارة الاسكان مشكورين يعطيهم العافية يعني كثير من الاستفسارات التي اعطيت لنا على موضوع الاسكان التوزيع الامور البيوت يعني وايد امور كانوا يعني دازلين علينا وهما الطلبات والامور هذه كلها امس ايضا واحد من الاخوان ايضا تكلم على طلبات الاسكان وقبلها بيومين ايضا واحدة من الاخوات ايضا أعطونا مركز الاتصال هذا بالنسبة اللي موجود بالنسبة حق الاخوان في وزارة الاسكان أتمنى بس الاخوان اللي عندهم أي استفسارات هذا مركز الاتصالات 1-4-8-40 هذا هو 1-4-8-40 مركز الاتصال اللي هو الكود سنتر على الاخوان في الاسكان ممكن تكلمونهم أي استفسارات أي أمر أوراق مشكلة هذه الأمور كلها محمد تقلون تاخدونهم توبوكس ولا إذا تقلون عشان العالم خاف إذا مو من تبهين يعطوننا الموضوع هذا 1-3-4-8 يعني 1-8-8-8 غيوة كهو جدانكم حلو الشاشة واحد حلو طال عندكم هذا حق الاسكان الاخوان اللي يبوني تواصلون مع الاسكان هذا الرغم موجود عندكم ويمكن تواصلون عليهم توزيع الأراضي المنطقة هذه متى احنا مقدمين على بيت وما صار شيء انا مطلقة وارو مالا ما دني متى اوراق يعني كل الاستفسارات اعتقد بيمكنكم تواصلون مع مركز الاتصال للمؤسسة العامة للاسكان هذا أمر جميل لما احنا نشوف وانا ابي اعيد نفس الكلام اللي كنت اقوله ايام 1-02 او 1-01 لما افتعوا الخدمة حق المعاقيد جميل جدا باننا نشوف الوزارات تفتح الارقام الواتساب وارقام الكود سنتر و المواقع للتواصل انا يعني شيء جميل وتسمع الشكاوي من العالم من الامور هذه ولكن من الجانب الثاني اتمنى يكون في رد يعني ما يصير اليوم احنا نحط خدمة اتصال والعالم تتصل وما نلقي رد منهم فانا اتمنى ان الاخوان يعني ايضا يتواصلون مع الجهاد كلها على اساس انه يكون الامر واضح معانا فهذا كان رغم الاخوان في الاسكان واحد اربع ثمانيات اربعين واحد اربع ثمانيات اربعين عندنا الاخوان في البلدية اللي هو الزام مقاولي البناء بوضع حاويات تجميع المخلفات الانشائية هذا خبر جميل يحافظ على النظافة وهذا اللي قاعد يصير صراحة يعني كلنا قاعد نعاني من هالموضوع وهذا الموضوع رح يجر نحق موضوع ثاني عطنا بس الخبر الجاسم لزام مقاولي البناء بوضع حاويات لتجميع المخلفات الانشائية دعا وزير الدولة للشؤون البلدية المهندس وليد الجاسم في تنفيذ وتطبيق لائحة انظمة السلامة للأفراد والمتركات العامة وموارد الثروة العامة بما يتناسب مع الزام القائمين بالعمل بوضع حاويات في مواقع العمل لتجميع النفايات الانشائية وانقاذ البناء وجميع المخلفات التي تخلفها تلك الأعمال أنا يعني ما حلو حلو البيان حلو الكلام مرتب شي جميل بس أنا أتمنى الأخوان في البلدية يعطوننا تفاصيل للموضوع يعني اللي يبني شو يسوي يعني الحاوية هذه شو يطلبها فيه إجراءات معينة ولا نفس السيستم القديم يعني هذه هذه الأمور مهمة حقهم هل يحط مثلا يعني إجراء مهم يعني هذا واحد بالفريج قاعد يعافس لك الشارع كله الآن اللي قاع يرمم هذه مشكلة عندها الآن اللي قاع يبنون خلاص موجود جدام البيت وبالأكس شي زين أصلا يعني الحاوية تجمع كل الأغراض فيها وأصلا يتوفر علينا إحنا حتى شيلتها طقة واحدة لا يطق الرصيف لا يشيل الرصيف بس أنا أتمنى أيضا من الأخوان في البلدية يعني يبلغون إذا فيه مكان معين إذا أحد يبي يرمم إذا أحد يراجع وين شون طريقتها شون أطلبها أنا أرمم بعد سبوع شون أطلب الحاوية فهذا مهم الحاوية أنتوا بعدين تشيلونها ولا يدفعون رسوم عليها يعني لازم نعرفون العالم تفاصيل الموضوع اللي نتكلم عليه ولكن هو كأجراء جميل وخطوة جميلة صراحة يعني عندنا أيضا خبر من الأخوان أنا برجع بعدين على موضوع البنيان بس بعدين خليه خلص شوين مواد وأقول لكم موضوع البنيان البناء عشان لا أنسى موضوع الأخيام في عندنا أيضا المخيمات حملة إزانة من البلدية طلعت خلنا نشوف هذا تغرير إزانة المخيمات المخالفة من منطقة الجنوبية ترجمة نانسي قنقر يعني أول شي تحية حق الأخوان في بلدية الكويت أعطيكم العافية على المجهود قواكم والله وأنا يمكن أمستكلم طالما في قرار يا أخوان طالما في قرار من مجلس الوزراء وفي من ما إحنا ما إحنا وضي القانون وإحنا أمس تكلمنا أننا نتمنى قلنا التساهر يصير في موضوع الخيم اللي جدام البيت مو تروح بتطيقلك مخيم هذا ممنوع ممنوع خلاص نعد هذا يقولك وبعدين ما لداعي يعني هذه الخسائر وهذه الأمور اللي قاعد تصير وهل الفلوس قاعد تقطع يعني تسوير ما لداعي أنا قلت اليوم أمس في حلقة امس أنا قلت المنع ما لداعي بس ما تط ordin قرار ما تط lei قرار أنا قلت أمس انه والله ترى في تجمع بالشاليهات في تجمع بالمزارة في تجال بي اليواخير بس انا كان هذه مجتظري بس في قرار ما göstere قرار ما في قرار مو معناته والله أنا قلت اروح أنا خيم لا احنا قلنا نتمنى من اللخوان في مجلس وزارة انه يطلع القرار هذا ما اطلع القرار القرار يطلع انه والله ممنوع عن مخيمات وهذا ما يعني طالما في قانون احنا نحترم القانون ما يزجوز والله انا روح والله اشوف منطقة واروح اخيم واسوي ما يسوي الخسائر حرام يعني هذه الخيمة ولا التانكي ولا الشبك اللي حاطة هذا بفلوس مبلاش لما يطقوا لك يا كله يشيروا لك يا فيعني انا اتمنى من المواطنين ما شيء كلنا والله ودنا الخيم وكلنا نتمنى وكلنا يعني هذا اصطعنا ما فيه قانون احنا ابناء البلد مفروض ان احنا نطبق القانون الان القانون هذا يعجبنا ما يعجبنا هذا امر ثاني بس هذا حق اليوم نتكلم فيه حق الاخوان على اساس انه نشوف اذا صار فيه جدام يعني قرار تغير الموضوع هذا امر امر ثاني بس طالما فيه قرار للدولة انتهى الموضوع ويعني انطبق الاشتراطات اللي موجودة فيه موضوع المطار انا قبل شام حلقة تكلمت على الموضوع ان الخطة والبكيج اللي انتو تسوونه ليش هذا اليوم طرع خبر جميل صراحة من الخطوط الجوية الكويتية وانا هذا الخبر ابيكم تقرونه وهذا كان مقترح انا قلت قلت فيه قبل قبل واحد ثمانية لا تفتح المطارات وقلت عقب ما نزل الحجز حق الاربعة ثراثين دولة وعدت قبل اسبوع وقلت هذا المخترح افضل مخترح ليش اليوم احنا ننجي بالعالم ترانزيت وهذا الخبر راح يدخلني حق مكان ثاني اعطنا الخبر وين الخبر ايه هذا هو الكويتية تقدمنا بخطة لجعل الحجز القادمين داخل الكويت بدلا عن محطار الترانزيت والله اتمنى يا اخوان والله نتمنى هذا الموضوع والله العظيم يعني هذا الموضوع اقول لكم شو نحن اعلن رئيس مجلس دارة شركة خطوط الجوية الكويتية الكابتن علي محمد ترى المو عندي واضح كابتن علي محمد بعدين شنو ان الشركة ان شركة خطوط الجوية الكويتية وشركة طيران الجزيرة قدمتها خطة تقضي بان تقوم شركة طيران المعنية باجراء الفحوصات والاختبارات الصحية المطلوبة للركاب القادمين على مدرحة في المبنى المخصص لها بحسب الاشتراعات المطلوبة من وزيرة الصحة ومن اختبار بي سي آر واوضح ان في حال تم تطبيق هذا الاجراء فانه سيتسنى للركاب الوصول الى الكويت من نقطة سفر الاولى مباشرة دون الحاجة للانتظار فترة حجر في محطات ترانزيت حيث ستكون فترة الحجر في الكويت مع اعادة الفحص المطلوب قبل نهاية فترة الحجر مؤكدا في الوقت ذاته على ان الاجراءات سيسم في حال تطبيقها بتشغيل رحلات على مدار الاربع وشنين ساعة اضافة الى زيارة العائد الاقتصادي المتوقع على الشركات والقطاعات الحكومية المانية والله انا هذا الاختراح قلت وقلت ثلاث مرات وارجع اكرر مرة ثانية يا اخوان يا افاضل وانا مع هذه الخطة واشد على ايدهم الاخوان في الكويتية والاخوان في طيران الجزيرة هذه الخطة سليمة يا اخوان واحد يقول لي شو الفائدة منها انا يقول لك شو الفائدة منها الفائدة منها ترجع مرة ثانية خطوط الجوية الكويتية تفتح الاربع وثلاثين خط اللي واقف عندها في الكويتية وهي تشغيل طيران مو لعب يهال طيارة لما تكون واقفة عندك الكويتية ما قاعد تشتغل صار لها ستة شهر سبع تشهر معاي ما يعني هذه الشركات قاعد تخسر الجزيرة قاعد تخسر الكويتية قاعد تخسر هذه الشركات الوطنية ما يصير بالمقابل بالمقابل الطيران الثاني شغال قاعد يبيع التذكرة على الكويت وخمسميه pleasing يوم ما أولى الشركات الكويتية تشتغل ولا شركات الثانية تشتغل لا والله الشركات الكويتية تشتغل هذا واحد كل العالم يروح ترانزل تركيا يروح ترانزل قطر شغلني على هذه الثلاث أماكن أنا السؤال انت مو من ضمن القرار ان يقعد سبوعين زي الاسبوعين هذال لكن بيقعد بالشارع ولا بالمطار يحجز فندق يحجز فندق يطلب أكل يمكن يتسوق انا سيلك سؤال ايوما اولى هذا يدفع حق فنادق اللي بالكويت ولا يقعد يدفع بره مع احتراح من كلهم اليوم هذي الناس ياين الكويت بس عشان اندرش الكويت تسوي الحركة هذي زين ونقم اخواننا واهلنا وعلى راسنا في الامارات وفي قطر وفي تركيا وكذا صح يسوي شارت البي سي ار ويدفع فلوسها قلنا لكم انا قلتها من قبل خل الكويتية والجزيرة تسوي بكيجات تسوي بكيج انت مالك علاقة خلى اخوش انك اهي توقع الكويتية بتيبين ركابك ايه عندش مكان حق الحجر ايه نعم خل الكويتية يا عمي خل الكويتية هي التفق مع الفنادق كيف وتسوي بكيج القاهرة كويت مع حجز اربعة عشر يوم مع ثلاث وجبات اربعمية دينار كيف مع المسحة مع كل شئ اه الفلبين الكويت مع حجز اربعة عشر يوم مع المسحة مع مش عارفة ستمائة دينار حطوا البكيجات يا اخي ما انت نفس العملية ما فيا فرق ما في فرق انت قاعد تخلي العالم يروحون يقعدون اربعة عشر يوم ويوم الكويت ما نفس العملية ييفه بالكويت الطيراني يستفيد الاقتصاد يسعد الامور كلها طيبة عندك انت الفحص بدلا يسوي برا يسوي عندك يا بالكويت بدلا يقعد بالفنادق لي برا يقعد لنهي عندك فنادق الكويت اكوايت يا اخي مو فنادق يا اخي عندك انت لكانه قلت لك انت عندك في اه المحجر اللي موجود في استاذ جابر المحجر اللي موجود عندك يا في شاسمه اللي بمشرف ارض المعارض هاي كلها قاعد يأثر على العالم وانا رسالة اتمنى العالم ينتبهون لها يا اخوان الموضوع مو موضوع انه نفتح ولا ما نفتح ونسوي ما نسوي يا اخوان انا بقول لكم شغلة وسؤلوا اي واحد قاعد يبني وهذه رسالة حق الاخوان ومعاني الوزير لازم تعرف النقاط اللي قاعدة تصير ترى احنا قاعد ندفع ثمن احنا قاعد ندفع ثمن هذي القرارات قل لي شلون اقول لك شلون انا انا اقول لك شلون انا اعطيك ياهو اسأل بالسوق كله خل اي واحد اليوم ديش عندي انا قاعد يبني بيته انا اقول لك شي قبل ازمة كورونا قبل ازمة كورونا كان اللي يسوي لك ديكور متر دينار دينار ربع الحين دينارين ونص ما تلقاه ما تلقاه اللي يركب سراميك الحين على ثلاث دينار واذا لقيتها زين مقابل قبل كان دينار ونص اللي يركب لك ليش صعدت الايدي العاملة صعدت خمسين بالمية فوق هذا احنا قاعد ندفعل احنا من جيبنا قاعد ندفعل يعني اذا قبل انا بركب البيت كله اتفق مع المقاول والله تعال ركب لي سراميك البيت كله خلنا نفترض كان يركب الياب الفين دينار الحين ادفع ثلاثة الاف ونص ثلاثة الاف ديكور نفس العملية وانت ماشي صحي بنيان واسأل اي حد قاعد يبني اي واحد قاعد يبني تقول ليش اقولك لنا ما في عمالة نسبة العمالة قبل اللي يسوون ديكور عشرة الاف واحد فهذا يقولك دينار واربعمية هاي يقول دينار ثلاثمية هاي يقول دينار ومتين كيف يختار هذا شغلة شوية احسن من هذا كيف يختار الحين ما في اختيارات الحين اللي يقولك يقولك اوكي بس ايك بعد شرع عندي ثلاث قسائم بخلصهم مال السراميك نفس العملية تنقي هذه الخيارات لما تكون مو موجودة مكاتب المقاولات من حقه يرفع السعر لانا تكلفة عليه زايدة انا لما اشتغل في بيتي انا قاعد ادفع من جيبي فهذه امور لازم تكون بالحسبان اليوم بعض الامور اوكي عمالة سايبة اقامت مضروبة مو مستحق لا تيبة بس اكو مهن موجودة اليوم اللي شغال قطاعي شديد لا تيبة اللي شغال على شركات المقاولات يبوهم هذا امور لعقودهم مع الوزارات ما يصير يا جماعة ما يصير يعني كل الاشياء قسما بالله امس انا في واحد من المطاعم قاعد اصرف اياه يقول لي احنا قبل ثلاثة اربعة ما نلحق بالشارع احي ما في انت روح حتى المطاعم ما في تشوف عمالة ينعدون على صابع نسبة العمالة اليوم انت بالنهاية فانت اليوم عندهم اقامات عندهم امور وشغلة في جانب ثاني قبل لا اطلع على الفاصل هذا في جانب ثاني يا جماعة اكو جانب ثاني وانا اتكلم فيه اكو جانب انساني التحاق بعائل اللي سافروا ما ردوا هذين ايضا نفس العملية اللي عنده ولد عمره 14 سنة 15 سنة واحده مثلا عياله كانوا رايحين مثلا حقه هلا يابون يرجعون هذين صعبوا وديهم يقعدون في تركيا 14 يوم جزء الثالث الناس اللي عندها خدم تدري اليوم خدامات اللي قاعد يشتغلون اللي منحاشين واللي بره واللي رايحين تكرمت عليهم قبل شم حلقة انا اليوم اللي ما عنده خدامة قاعد ياخذ ذيلي بالشارع ورواتب على ثلاثمائة دينار غير اليومية اللي قاعد يشتغلون يومية قاعد نفتح مجال حق العالم هاي واسب بنا ولا المطار مسكر الخدامة ما قدرت فيه عندها ايقامة شغلة ما راحت اجازتها توهقت الصائق ما انا قاعد اتح مجال حق ناس غير مستحقة في الكويت تستغلني انا فيه شغلي وفيه اموري والسبة انه والله انا مسكر الله قد مرفاصل موسيقى موسيقى اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اللي عند البيوت تصير وهذي اللي راح يتجمعون الواحد قلنا ما عينتها يقعد حلو وضربنا مثال باننا يا عمي اذا تبون تسوون مثلا الكورونا وهالامور هذه كان بشؤون بالاسوقة نبي دليل مادي يا صالح حاضر اعطيك دليل مادي اعطني الدليل مادي يا احمد الحين هذا مو بالسوق مو بالمجمعات فضل فضل شغل ما اندس احمد بن فوحي بعد دلة فضل شوف انت يرضيك المزاد هذا يرضيك وين السرطات الصحية وين السرطات اللي قاتل عن وزارة الصحة يعني حتى المجمعات قلتوا بار كود وهذا حجز مسبق المطاعم حجز مسبق النوادي حجز مسبق هني وين حجز هذا شوفوا هذا اكبر غلط فتح المزاد واللي مشاهد خليشوف خليد وصلوا وحق وزير الصحة وزير تجارة وزير بلدية خليشوا من الفوضة تاريخ اليوم عشرين عشرة الفين وعشرين اليوم الثلاثة عشرين عشرة هذا مزاد السمج انا ابي اشوف تبيع عدك اللي ما عندهم كمامات تبيع عد شم واحد عدوا ها شوف قدامك هذا حتى اقول لك شي ما فيهم نص متر نص متر ما فيهم شوف ما فيهم نص متر هذا عادي كاتا منا هذا عادي ما كنتباعد ماكو شي ما اكو تباع Darwin في الشي حمنون يذر هذولا اليوم العفسة اللي قاعد نشوفوا احنا اليوم هناكنى خلان نتفوق ما يvisor انا قبل قبل احاجم الناس اللي رايحين مخيمين ومانعين القانون وقاعدوا يقول لهم ما يصير تخيم واي حكذا لا يقول لا ذلك لا يخالف ما يصير احنا نتكلم قانون اليوم ما في مخيمات لان والله كارونا وثي جمعات زي كاهمة كاهمة نطلع احنا كل يوم نقول يا اخوان التزموا والله اي كمامي كهوة اه والله كهوة قمت احطه بالدفتر اني في الحلقة ها اي كمامي كمام غسرها لا تنسي البس كمام اه اغسر ايدك تباعد مترعم ما يصير يا جماعة احنا نتكلم من الجانب واللي قاعد نشوفه جانب ثاني ما يصير يا اخوان الحق ينقال وهذه اليسالة حق الاخوان في البلدية في التجارة في وزارة الصحة مثل ما قال الاخ المصور وهذا الفيديو انتشار في الكويت كلها وصوه يعني ضجه في تويتر ما يصير يا اخوان يعني احنا نلتزم على الكلمة ما يصير علينا احنا بس الباصات تشوف العالم والله العظيم منظر قسم انا اطلع كل يوم الصبح اروح اقل العمال انا ما ما يبي اقول لك احد قاعد ينقلني انا قاعد اروح انا انا ما عندي اخوان شغل انا كلها بشويخ وبالسكراب وافترني اجمع اسميت وشي وضع من يقول هالكلام هذا اللي مو حات كمامة اللي زحمة اللي تشوف العالم فضل يا جماعة يا اننا احنا نطبق ما يصير نحرم العالم كلهم ما يصير صارت العالم ما عنده والله العظيم قسم بالله انا انا اقول لك انا امس رايح اه شاري كراسي وطاولة عشان والله اليهال يروح يقعدون على البحر يغيرون جو شوية بر ممنوع ما بيخالف يا جماعة بس شوية خلونا شوية قلنا يعني لازم توعية لازم الامور والحل مو فيها الامور لا يصير بس على احنا احنا الكويتيين كل شي احنا 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 ما يصير يا جماعة بالبيت لاتحط خيمة كويتيين بر كويتيين ما يصير يا جماعة ما يصير يعني كل شي بس احنا نتحمل مسئوليّة مع كل احترامة من كل اللي لموجودين هنا يعني ما يصير انا اشوف وخلي عين هذه هي مل منطق انا اطبق اليوم كورونا على الكل كل هذا السوق على باشر اروح المزادة سوي يعني الحين الانتخابات الانتخابات لجنة قاعدة تشكل لجنة وقاعدة تسوي وحق الناخبين والناخب اللي يبيرشح نفسه يروح بكود وحسب الجراءات قاعدة اسمعها مركز التسجيل في حق الانتخابات رح ينخذه مدرسة يمهى عشان تصير فيه تباعد حلو جراءات مرتبة حلوة انت بتراجع مزارة اخذ الكود حلو حلو مع هالترتيب مية في مية بس لا يطلعون لنا بعض الناس شادي في هالطريقة هذي لا نروح بعض الاسواق نشوف العالم دزني ودزك ما يصير باشر حتى احنا اليوم لما ننقل رسالة اعلامية لازم يكون منطقيين يعني لما ننقل رسالة ننقل رسالة بواقع بضميرنا اي نعم قاعد يطبق هنا وقاعد يطبق هنا ما يصير يا اخوان ارجوكم انا فانا اتمنى تشوفون لكم حل حق هذا الموضوع والاسواق الثانية اللي قلناها احنا والله قلت لك انا روح بس شويخ الصبح راح تشوف شيء مو طبيعي شيء شيء خيال يعني شيء فوق الخيال انا ما اقول سكر انا اقول وقعوا العالم هذي خليكم في عندهم رشادات خليكم في عندهم امور خليكم في السؤال بعدين من ينطبق احنا والله نقول ترى ما في مخيمات ما في خيام عند الباب وكذا وانا صراحة الخيام اللي عند الباب ما ادري ان لها علاقة في الموضوع ما لا شغل وانا اتمنى يعني هالقرار هذا المتنفس وانا دايما اقول وهذه رسالة للجميع للجميع اقولها اليوم الشخص الكويتي اللي اليوم شايف جدان بيته في مساحة وقاعد يزرعها ويحط له خيمة وحلوة وشذي مفروض ان نشكره ريال مو مقصر وكذا يا اخوان انا عندي مسجان اقول لكم حط له يا اخي سولهم ترخيص ترخيص مؤخد بحيط ان انا عارف انا عارف الجزئية اللي بيردون فيها علي انه ترى جدام البيت هذيلة تحت كابلات باشر نبي نفتح كابلات يا عمي وقع على ورقة يبا وقع على ورقة يا اخوي ترى انت والله مثلا هاي المساحة اللي ما قدها ايه هذه بس احنا نسمح لك مثلا هالمساحة سبعة متر فيها طول البيت ما يخالف ما عندنا مشكلة بشرط انك انت تكون واحد اتنين ثلاث اربعة ولكن في حال احتاجت وزارة الكهرباء وزارة الاشغال وزارة مدني منه وزارة كذا انها تحفر انت توقع على تعهد انها تسمح لها تفتح هاذ حقهم بس مو شغلة ان كل شي ممنوع كل شي ممنوع مظلة ما يصير هذا ما يصير هاي شوي على قراتهم روح القانون جميل جدا حلو شو اسمه ام خالد مستاش الله بالخير هلا يمه هلا مثل نور يا هلا يا هلا يا هلا يا هلا خالد يا هلا هلا يمه هلا خير دامك بخير عساك يا ربي ربي وفقك صحيتش طمنيني على صحيتش والله الحمدلله بعد من هالجاو ها بتدري والله شوية همه تعبانه ايه جناشف لا والله من هاللوز وهذا ايه لا الجو الجو شوية انا تخافي يعني ما مو كرونة فلونزا امريني يمه يمه يعطيك العافية يتسلم يمه انا اول سانسا قبل على الحدود بيننا وبين الشمالية مني انا عندي ولدي انا كويتية ولدي يعني تدري يودي وي بضايع وشغلات بر؟ طريج البري هذا ايه والله يمه ما افتحوا يمه ما اعطي بتي يفتحونا والله ما ادري يمه هو تدري مقيم ايه بس البر ما افتحوا نرحي والله يمه ما افتحو بالنسبة حق ته كاعت كلمات على العراق صح؟ ايه والله يمه ما افتحوا يمه اول برو والله لا الحين الحدود البري لا الحين يمه ما فيه خبر لا حين ان شاء الله نتمنى اذا افتح عدود ان شاء الله بس حين ما افتح الله يحفظك الله يسلمورك الله يوفكت شمه يا هلاء ام ساير مساحك الله بالخير يا مرحبا يا هلا يا مرحبتين هلا 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 يا حبيبي شو صحتش طيبة يا لك طيب ان شاء الله شنك شنك شيء مثل وزا ولا يتعيي اللي فلوانزا والله اني بيعطيك شئ سؤال في كلها بش تبي بعد والله يا يمه اول حدث مني انا منذ ما ورحت المستوصفة الصباحية وقلت انا فيني رب وبيني كحالي شا وقفني عند البهب يعطيني علاج ولا يعطاني بلده الواحد زين حفلي كمام قال ما عندناش عطني بخا قال ما عندناش والله يا ولدي والعطاني والأحادة وانا ولدي كله دوام صباحي هالحين عيوني هالحين متنفخه وتدمع رحت المستوصفة صباح الأحمد فهد الأحمد ونوما رحت يعطوني تحويل على الفحي ورحت لهم قال لا لازم تحطين موعد الحين يا ولدي لي موعدة لي اسبوع ثلاث سابع وانا حط انت قيومية عليهم يردون علي رحت شريت مرهم وقطرة من لحظة لحظة يمه بس انت لما رحت يفاهد الأحمد حولوش على فحيل حولوني على الححيل وهذا التحويل عندي ورحت لهم بنفسي ومعكم موعدة حطوا لي موعدة حطوا لي ماء انت اللاحنا لازم تحطين ميل يا ولدي أنا اللي أعرف الميل ووصي وخليهم والله يا ولدي لي ثلاث سابع وانا عندك عليهم ما يردون عليهم والحي رحت للصيدلية وشريت مرهم وقطرة وحين عيوني يا ولدي تكفخ ماي وفيها مثل التراب حيه يعطوني ان شاء الله حاضر يمه ومستوصف الصباحية ما أعطوش لا كمام ولا شيء والله يا ولدي مصري قرفة واحد انه طردني عند الباب يا ابن حلا قول لي انا فيني ايش اسمه انا فيني ايه رابو ومنسمع ترطوبها شوي انت بخصدري ولا حين اللي تشوف صدري وما حيقه والله يا ولدي ما أعطاني حاضر ما رحتي لعيوني يمه البحر رفيه لديها الحين الفحيلة اللي أنا محول عليه ما دخلني بعدها وديني للبحر شلون ان شاء الله حاضر يا مصاير والله لا أكلمت جاهم كم عمرك يا مهنتي عمره ستين عمر كله يطولي بعمرك الله يحفظك ان شاء الله يا مصاير حاضر حاضر تامري امر انا اتمنى وكيل الوزارة اخي ليش اخلي وكيل وزارة ودير منطقة لحمدي يعني بالله يا عليك سؤال خلنا من ام ساير وخلنا من الكلام انت قاعد ببيتك وقاعد اشرب تشاير ان تليفونك والدتك والدتك ما بي اقولك والدتك دقة تليفون قالوا شلونك يبويش اخبارك ترى رحت مستوصل الصباحية وما عطوني كمام شو تسوي سؤال انا بس لي بس قالوا يمت ارى رحت فعد الاحمد عيوني قاعد دمع وحولوني الفيحيل وفيحيل ما دقلوه لازم موعد صالح ثلاثة سابع شو تسوي شو تسوي بس انا هذا الجواب يا اخوان مرة عمره ستين سنة يا اخوان ما اليوم مرة قلنا كبار السن لازم يستثنى من كل هالامور ما يصير يا اخوان مرة عمره ستين سنة المستوصف الان انا ما اتكلم على الشخص اللي مشاها انا اتكلم على الشخص على المستوصف اللي ما عنده تعليمات انه يستقبل مرة قاعد تكح ما يعطيها ما نربو مرة عينها اتدمع تنطر مستوصف عيحيل انا اتمنى احد من المنطقة يدق علينا خلي دق يا اخي دق لا قدش على هو دق خد رغمه مساير هطلاه موعد خريب الامر صراحة فايد مساك الله بالخير بحيدة هلا والله مساك الله بالخير بحيدة هلا عمي هلا شوان يا بحيدة بحيدة حبيبي انا ريال متدود وحدة مصر اجنبية حلو عندي علامة اخبة من الفين وثمانية ايه عندي شو الشياء لما شابوا حاجة والله عثارة موضوع اعلان اعلان رغبة والتجنيس هذا والله ما ادري عنه متى بيسوونا متى بيسوونا ما ادري الان احنا في موسم انتخابات يعني ما راح يصير شيء اذا في شيء بيصير بيصير بعد بعد خمسة اثنى عشر بعد انتخابات حبيبي بعد راسي حبيبي اخوي فهد والله يطولي بعمرك هذا يعني هذه من احد المشاكل اللي قاعد تكلمونا في موضوع اعلان الرغبة ما ادري عنه شو القانون اللي راح يتغير ولا راح يضل نفسه وانا اتمنى صراحة ان الامر وانا يعني متفائل في ان الاخوان اذا يقدرون احد في الصحة حتى لو مو في منطقة الاحمدية حتى لو متابعين حق مركز فهد الاحمد مو لفعيل اذا احد عنده علاقة مع احد من هذه المستصفات تكفى احمد عطنا رقم تليفون الواتساب خليبعث لي مسج عادي رسالة رسالة عادية بيقول لي موضوع مساير يبا هنحاول بقدر المكان هذي امنة حسبة الوالدة وخلونا اليوم نحاول تحطوا لها موعد طلوا لها شي عطونا بعد رقم الواتساب سليما مساكلة بالخير حبيب قلبي بحيدر يعطك العافية هلا هلا حبيبي حبيبي انت والله العظيم يا بحيدر اول شي يعني يعني فعلا قاعد قاعد نادي مشاكل الكويتيين بعد راسي من قلب صراحة والله العظيم هذا يعني شو رقاعد احنا نشوف بيننا وبينك والله العظيم مشكور يا اخوي يعني كل المشاكل اللي قاعد نادي فيها حقنا احنا ككويتيين يعني واضح حق على قولتهم عهدي دي المفروض يسمعون صوتك وانت قاعد وسطا بكل سلاحة لا لا ان شاء الله يعني انا شوف المشاكل هذي اخوي سليمان ونعم فيك او شي مشكور على الاشادة وهذا احنا نشاكل هذي من خلال سنوات احنا نتمنى اليوم نشوف حلول من بعض المسؤولين بعض الكذا وترى هذي حلول بسيطة يعني امرني عم سليمان يعني يعني موضوع الموضوع المخيام ما ذلك القرار ما تفضل مواضح بالنسبان له هل هل قرار يشملني انا دا زيت لك صور بيتي عندي حديقة بالبلكونة تفير بسوي حاف خيمة ما شاء الله عليك انت قاعد يزول انا مصور يعني هل هم القرار يشملنا والله شوف انا القرار انا القرار بحاول باشر احنا عربنا قبل فترة بس يمكن ما انتبهنا باشر احمد يعني يعني التخييم شي ولي عند البيت شي ثاني فانا اتمنى من الاخوان يعني ان يراجعون مثلا القرار اذا كان في موضوع البيوت يعني نفس الشي يعني تشيل الخيمة اللي برا قاعد يدواني داخل اتمنى ان شاء الله باشر اشوف القرار عشان يكون واضح امام الجميع مشكول يا اخوي سليمان ما قصرت وتشوف ان شاء الله الصورانة من مياننا حمداء مساك الله بالخير يا هلو مرحبا وحيدا هلا طال عمرك هلا حبيبي انا اتكلم عن المستوصف في الحيل القديم هذا المستوصف شلو من قاعده وبنوه مرة ثانية من السنتين وهالحين صالة سنة ونص يعني علمه عليه ما شغله ولا شيء سنة ونص بعد ما انتهى العقد ها وللحين ما زال يعني كل ماله يخرب كل شيء قاعد يخرب اذا ما يشغلون يا اخي ونستوصف في الحيل القديم عند سوق الصباح حاضر من سنة ونص ما اشتغل ايه سنة ونص ما اشتغل حاضر تامر عم ان شاء الله وهذه الوصالة عقل اقوال فعلا ما يسير يا جماعة مباني ومناقصات وفلوس دولة قاعد ليش ما مفتح شو السبب يعني ما يسير يا جماعة والله العظيم كلامه ترى امية بالمية كلامه امية بالمية هذا يظل سنة ونص اليوم مش فايدته راح العلمنيوم راح الدنيا راح العفسة راح الحق عم يمجهزين احنا المغروض انجهز نفتح حق الجماعة يستفيدون من خدماته ونفس العملية ترى صارت من قبل اذا غذكرون انا ذكرتها قبل سنوات على موضوع السكن ما العمال يسووه نفس العملية ضل اربع خمس سنوات عقب يوم يولا لا في شبابيك لا في دنيا لا في عفسه حرام يا جماعة والله حرام والله شيء اخر احمد بستاكل الله بالخير بستاكل الله بالنور بخير دامك بخير احمد تبنى والله حلو بمشكلة الوثيقة اهم شيء وثيقة وثيقة البيت ايه ما شباه هديك ثلاثيها ولا لها تكلمنا قبل ثلاث ثلاثة أيام وقلنا ان شاء الله بس خلنا نشوف احد من المتخصصين علشان نشوف الاجراءات ليش لازم انت تطلعها ليش مارس ميا خلاص ادش في اسمك يعني هذا موضوع يحتاج لناس متخصصين في القانون انا تكلمت على موضوع الوثيقة انه لازم هي بعد تيارك اربائي لازم تطلع الوثيقة هذا جزء مهم انه اتكلم مع القانوني على اساس انه عرفنا ثبادل اطراف الحجيث على قولاتهم انه نسأل اسئلتنا يعني ايه عيوني لك تام رفا الله يسلم ادطال عبرس بس فرض انا لو انا مثلا اراجع للوثيقة صار لي حادس توطيك ملا صار شيء قام اسجنبي اذا انا مراجع و بل في تبلي عمر مثلا على اصدار الوثيقة ايه واش واخراته يسحبون البيت مني يعني هم بأتالي صار لي داعي يعني احمد انا ترى صوت مواضح عندي ما اسمعك عن ذلك يعني اسمعني الحين ايه قا اسمعك الحين اقول يعني مثلا انا لو انا راجع بقى للوثيقة مثلا ايه صار حادس هذا بيدغس صح ازيل مثل ما اسبر واحد بالعيال ما يزل بيت يسحبوا البيت وقلنا اطلعوا اجار وشتت في هالسراء ما في فائدة انت تتكلم ان انت لو ما قدر لا قدر الله صار اي شيء وما قدر تطلع الوثيقة ايه ايه مو هذا السؤال قاعد اقول لك ياه هذا السؤال منيب قانوني عشان نسأل عن الموضوع في هذه الحالة شنو نجراء ليش مثلا الوثيقة ما تتسجل تلقائيا الان استلمت ما استلمت ما لها علاقة ان البيت يروح مني احنا هذا الجزء اللي بتكلم فيه اخوي احمد واضح احمد بس اشان اوضحك اذا قاعد اسمعني بالتلفزيون احنا هذا الجزء اللي بنوضحه ان اليوم ليش لازم انا اوكي ما اطلعت الوثيقة نسيت لهيت طحت مريض لا قدر الله مثل ما انت فضلت زين هل معقول ان والله انا ما اطلعت الوثيقة معاي اه خلاص والله صار في عندي حالة مفاد البيت خلاص ما طلعت الوثيقته اول جزء اللي تكلمت فيه الاخت مثل ذيك اليوم معاي متزوجة عشرين سنة وممطلعين الوثيقة يوم طلقها تطلع يعني هذي اشراءات لازم نشوف الامر مو بها الطريقة هذي يعني منهم يا انه بعد دلة الو انا اتمنى ايضا الاخوان وانا اعتقد ان انا سمعت حتى بعد المتحدث الرسمي في الاسكان انا اعتقد غيروه فنحاول نتواصلوا اياه نشوف الاجراء هذا حاولوا قدر الامكان اذا قد بداننا يعني باتشرة وان شاء الله الاحد نحاول نتواصلوا اياه ونشوف موضوع اخر اكتبه الانساه الوثيقة بالاسكان عشان يعني نكون على بينا في الاجراءات والناس تكون يعني فاهم الموضوع وعارف الطريقة شلون راح يكون لان هذه مشكلة كبيرة صراحة مشكلة واحد ما اطلع شلون مصيبة ترى هذه زيان انت البيت مخصص طالع التخصيص باسمه وكل شيء وكذا اصلا انت ورقة الطلب لما تخلصت القرعة وهالامور هذه كلها اول ما يعطونك التخصيص مكتوب قسيمة فلان الفلان الفلاني وقسيمة فلان الفلانية انت وزوجتك حطينكم زيان طالما ان الاوراق الرسمية والامور هذه وانا هييت وخذيت قرض ودفعت وسويت وكل امور هذه وقاعد تسوي استقطاع مني انا هذا ملكي شون هذا البيت مثلا اذا انا ما طلعت وثيقته ما ادري انا هذا الموضوع صراحة ما انا قادر افهمه وليش يعني ليش الاجراء شذيه وطالما الاجراء شذيه خلنا نفترض انه نعم القانون يحتم على الموضوع زيانا اوكي انت اليوم اليوم ليش ما يصير مثلا وهذه يعني تويت لفكرة صراحة ليش الاخوان الاخوان مثلا في الاسكان ما شاء الله يعني انتم نشيطين في هذا الموضوع وهي رسالة حق الاخوان خاصة ان قاعدة وصلوني انا من المكتب الوزيرة انتم نشيطين يا جماعة ركبوا اس ام اس ركبوا سيستم اس ام اس السيستم يطرش مسجات وين المشكلة يعني التاريخ خلاص وصل كهرباء مجرد ما يوصل كهرباء ايه لك سيستم يرجى اخراج وثيقة البيت على اي مسج حقك للتفكير يرجى مش عارف ايش بس ما فيها شيء اليوم كل شيء اليوم بالاس ام اس في البنك في الامور هذه فكرة اتمنى الاخوان ياخبونها في الاسكان يعني بعض الناس ترى لا هي في الموضوع ناس هي في الموضوع هذا الامر هذا شيء جزء الثاني وهو الاهم يا اخوان اليوم في كل مكان في كل مكان في الكويت موجود خدمة المواطن زين يا جماعة حطوكم فريق للوثيقة حطوهم في خدمة المواطن على الأقل بالبداية بس الفترة هذه خل الناس كلها تروح تطلع وثائقها وتخلص الامورها وتسويها الامور هاي كلها لان لان انت باشر تكون انا والله امام حجة الان اللي يبي تلاعب ما يبي يطلع متعمد عند غاية يبي يطلع اسم المرأة هذا موضوع ثاني انما انت اليوم حط الحجة بحدمة المواطن موجود الاسكان يطلع ويطلع وثيقة الكاميرا افو الرحيم او اطلعت مسجات اطلعتنا مسجات مسجات يا جماعة تذكير وشذي وهذا شوفكم باشر ان شاء الله فيما الله اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة